نحن نتحدث عن هاتف من الهواتف الممتازة جدا اللي سامسونج أعلنت عنها في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي تقريبا الهاتف بيقدم لك كل حاجة في السعر ده فأجهز نفسك كده ويلا هاخدك في جولة بسرعة كده نشوف الهاتف ده بيقدم ايه الاول بس أحب أرحب بيكم يا أهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناة موبي سي نحن نتحدث يا جماعة نتحدث عن هاتف سامسونج جالاكسي M34 5G كالعادة هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف سواء مميزات او سعر او عيوب وكمان المقارنة اللي بتكون في اخر الفيديو واي حاجة محتاج تعرفه عن الهاتف طبعا هنوضح لك بالتفصيل ولكن جماعة اللايك والاشتراك بتاعك ضروري جدا 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 انزل تحت دلوقتي اعمل لايك لانه بيفرق معا جدا ان انا نكمل في الفيديوهات ويلا بينا نبتدي الفيديو في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه كل ده في الفيديو واحد اول حاجة نشوف تصميم الهاتف وتصميم الهاتف هنا انا شايفه الصراحة شكله كويس هو شكل كل تصميمات سامسونج في الفقدي تقريبا ولكن عموما من وجهة نظري هو تصميم برضو مش وحش وكويس طبعا خامات الظهر بتيجي من البلاستيك بالنسبة للشاشة فسامسونج هنا بتقدم الشاشة بحجم 6 و 5 بوصة مع جودة فول اتش دي بلاس وبدقة 2340 في 1080 بيكسل مع معدل كسافة بيكسلات 396 بيكسل لكل انش والشاشة هنا سوبر اموليد والشاشة طبعا بمعدل تحديث 120 هيرتز واستوع الشاشة 1000 نيتس والشاشة عليها طبقة حماية جوريلا جلس الجيل الخامس طيب الشاشة هنا الصراحة على فاته سعر الهاتف شاشة ممتازة جدا الصراحة ومميازة وهتاخد منها يعني تجربة كويسة يعني شاشة سوبر اموليد ممتازة مع 120 هيرتز في السعر ده فدي حاجة هتدملك تجربة كويسة وهتستمتع بيها بالنسبة لأداء الموبايل أو المعالج المعالج هنا هو اكسينوس 1280 اللي بيجي بدك التصنيع 5 نانو والمعالج ده بيعاد لداء معالج سناد دراجون 695 المعالج هنا حلو جدا وكويس وهقدم لك اداء كوي على فاته سعر الهاتف يعني هتاخد منه مثلا اداء كويس سواء في استخدام يومي تصفح العاب وكمان موفر للطاقة بشكل كبير بسبب الخامسة نانو فالمعالج هنا في الفاقة دي وفي السعر ده يعتبر حاجة محترمة وكويسة الهاتف بيجي بتلات نسخ واحدة 128 جيجا مع 6 جيجا رام والتانية 128 جيجا مع 8 جيجا رام والتالتة 256 جيجا مع 8 جيجا رام والهاتف هنا بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي ولكن علشان تركيب كارت ميموري لازم تشيل خط من الاثنين او تركيبه وما كان خط من الاثنين بالنسبة لكاميرات الهاتف الهاتف هنا جاي بتلات كاميرات خلفية الاولى 50 ميجا بيكسل ودي كاميرا الهاتف الاساسية وفيها تثبيت بصري والكاميرا التانية 8 ميجا بيكسل ودي كاميرا ألترا وايد للتصوير بزاوية واسعة والتالتة 2 ميجا بيكسل ودي ماكرو لتصوير التفاصيل من قريب جدا الكاميرا خلفية هنا تقدر صار بيها فيديوهات بجودة Full HD بمعدل 30 فريم في السانية اما بالنسبة للكاميرا الامامية فهي بتيجي 13 ميجا بيكسل وبرضو بتصار فيديوهات بجودة Full HD بمعدل 30 فريم في السانية بالنسبة لبطارية الهاتف في البطارية هنا جاب حجم 6000 ميلا امبير بطارية كبيرة وكويسة وهتاخد منها اداء كويس بالاضافة لدعمها الشحن السريع بكوة 25 واط الهاتف هيجي من القلبة باندورية 13 الهاتف بيدعم من F-C الهاتف بيدعم منفذ السماعات منفذ الشحن بيجي من نوع Type-C وسماعات الجهاز هنا بتدعم الاستيريو والهاتف طبعا بيدعم خدمات الجيل الخامس والوان الجهاز هم الأزرق والفضي والأزرق الفاتح وطبعا الهاتف هنا بيدعم البصمة وموجودة فيه الزرار الباور ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالاضافة لإسم الموبايل اللي انت عايزه وهتلاقي زر المقارنة في اخر الصفحة وقبل ما خشت عن مميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب بالنسبة لمميزات الهاتف فالشاشة كويسة وهتاخد منها تجربة كويسة المعالج قوي وكويس على فقط وسعر الهاتف برضو البطارية كبيرة وممتازة مع معالج موفر للطاقة بالنسبة للعيوب فكان مفروض الشحن السريع يكون أسرع من كده شوية في السعر ده طيب دلوقتي بعد معرفنا كل حاجة عن الهاتف وقبل ما نخش على المقارنة اللي بتكون في آخر الفيديو خلونا نعرف سعر الهاتف ولكن خد بالك ان السعر في مصر وفيه السعودية مجرد أسعار احنا متوقعينها لان الهاتف لسه منزلش مصر ولا السعودية الأسعار دي لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام تم اطلاق الهاتف فيه الهند بسعر 250 دولار السعر المتوقع فيه مصر 10 تلاف جنيه السعر المتوقع فيه السعودية 1200 ريال طيب كده كويس قوي ولكن ايه أفضل منافس للهاتف ده في نفس فقته السعرية او في نفس السعر عندنا هاتف شاوم ريدمي منوت 12 فور جي الهاتف ده هو عقوة منافس لهاتف سامسونج جالكسي ام 54 فايف جي هنخش على مقارنة سريعة بين الجهازين ولكن قبل المقارنة حاب اقولك ان احنا هنا في قناة مو بي سي عملنا مراجع لهاتف شاوم ريدمي نوت 12 فور جي لو انت طبعا حابب تشوفها هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي على يمين او الشمال اول حاجة عن قارن المعالجات وهنا معالج سامسونج هو اكسينوس 1280 وشاومي بيجي بمعالج سناب دراون 685 وهنا معالج سامسونج بتفوق الشاشتين يعتبروا زي بعض الشاشة اموليد مع جودة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز وهنا الاتنين زي بعض سامسونج بدعم خدمات الجيل الخامس وشاومي مش بدعم خدمات الجيل الخامس وهنا سامسونج تتفوق سامسونج بيقدم بطارها 6000 ميلا امبير وشاومي 5000 ميلا امبير وهنا بطارية سامسونج افضل سامسونج بدعم شحن استرع بقوة 25 واط شاومي بدعم شحن استرع بقوة 33 واط وهنا شاومي افضل طيب دلوقتي بعد ما شوفنا الفرق ما بين الجهازين في الامكانيات خلونا دلوقتي نعرف الفرق ما بينهم في الاسعار ولكن خد بالك ان سعر سامسونج ده سعر متوقع لانه لسه منزلش مصر زي ما قلت قبل كده انما سعر شاومي ده سعر رسمي لانه نزل مصر بالفعل سعر سامسونج المتوقع نسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام 10,000 جنيه سعر شاومي الرسمي نسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام 8800 جنيه من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف موصفات اي هاتف والاسعار الرسمية للهواتف وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارب من الاجهزة وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم كل اللي عليك هتكتب موب بي سي في جوجل وتخش الدور على انت محتاجه وفي نهاية الفيديو لو في اي هاتف معين عايزيننا نعمله مراجعة اكتب اسمه فيه التعليقات وكمان باستنى ارائك في هاتف سامسونج جالاكسي اما 34 5 جي اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة موسيقى